انتلقت في صالة نادي ابو ظبي للرياضات الجليدية بمدينة زايد بالامارات العربية المتحدة فعليات بطولة الاندية العربية لهوك الجليد وسوف تقام بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة خمس فرق وهي ستورمز ابو ظبي وفريق لبنان والفراعين المصري وكور سيرز الجزائري ونصور قرطاج التونسي فيما اعرب هامل القبيس نائب رئيس التحاد الامارات للرياضات الجليدية عن امله في ان تساهم النسخة الاولى من البطولة في تنمية اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين فيها من الوطن العربي بالاضافة الى تشجيع مختلف الحكومات على تكوين فرق محلية والتحادات تنظم وطرع الرياضة التي ما زالت في مرحلة التكوين في معظم الدول من الاهداف الرئيسية لهذه البطولة وتجمع هذا ان الدول العربية اللي بعدها مش اعضاء في الاتحاد الدولي انها تصبح ان شاء الله اعضاء في الاتحاد الدولي بمشاركتهم في هذه البطولات اللي هي تحت مضلة تقريبا الاتحاد الدولي بالتحكيم بهذه المشاركات نحن نقدر نكون مثل ما مذكر التفاهم بينه وبين هذه الدول ان نحن ندعم ملفهم في الاتحاد الدولي وعلى اساس يكون ان شاء الله اعضاء داعمين في الاتحاد الدولي كما تحدثت قائدة فريق ابو ظبي ستورم فاطمة العلي عن كيفية جذب اللعبة للمزيد من الفتيات الحمد لله حاليا الرياضة وايد بدأت تنمو حتى المجتمع قام يشجع المرأة ان تلعب رياضة وتدخل في مجال الرياضة فهالشي وايد ساعدنا ويدعم المرأة ان تدخل في مجال الرياضة والهوكي بالعكس احس انها هي رياضة محافظة لان انت تكون من غطاي من فوق لتحت وحتى ما يبين ويهك في اللعب فحسن ان هي رياضة تسجع ان الواحد يدخلها لنا فيها اثارة فيها شرعة فيها ويد الشياء حلوة الواحد يشتمتع في اللعب فيها وسوف تتواصل منافسات البطولة حتى السابع من ابريل الجاري اشتركوا في القناة